احنا مشكلتنا مع اولادنا ان احنا بنفاجئهم ماذاكي احاد الموبايل امشان متفاجئهوش اعمل تعال لنقعد مع بعضك ابراح على فكرة مطلوب منك واحد وأنا مطلوب مني واحد انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك واحد اتنين تلاتي محتاج ان انت تنجح محتاج ان انت تتذكر محتاج ان انت تبزل مجهود في حياتك واشوفك بتعمل كده مقابل ده ايه اللي انت عايزه مني أنا محتاج منك واحد اتنين ثلاثة اربعة هعمل دوري وإنت تعمل دورك اللي مش هيلتزم في دوره يبقى هنا نقدر نحاسب خلاص زي الويكند أنت عرفتي أن الويكند هيضيقها فخدت قرار أن أنا مش هنزيل الويكند صعبت عليك لو أنت كنت صعبتي على الزابط معلش هيجبها لي بقى من الزابط وفي الخلفات صعبتي عليه دفعك لو أنت كنت صعبتي عليه كنت تلبس الحزام تاني يوم لا شكرا يعني إحنا بني قدمين في البلد دي لو مشينا بعشوائية كده لا ما بنحترمش القوانين غير لما يكون فيه عقاب رادة هو ده بقى أولادنا مش هيحترموا القوانين بتاعتنا إلا لما يكون فيه تأديب وتهزيب مكان العقاب اللي إحنا حطينه طب خلينا نعمل كده خط سير يلا بينا خلينا نعمل كده إيه يعني طريقة مش بيقول لك كل شيخ ليه طريقة طبعا ودي طريقتنا فيه حكا أنا بقى معي يحيا إحيا عمل لنا الطريقة شيخ يحيا ماشي كده طب عايزين نعمل طريقة دلوقتي الأمهات اللي زي الخيبة اللي فشلة في الحتة العطفية اللي هي ببوز العقاب يعني إزاي من بوصل العقاب عشان الولاد يتعودوا إن الأم دي شخصية أنا بعترف بقولك أنا خيبة وفشلة في الحتة العطفية يعني أول ما لقي بنتي بتعيط ومنهارة وكده وما كلتش قلبي بيرفرف ما بكملش العقاب نعمل إيه عاليجنا إحنا الأول عشان نتربى الأول عشان نعفن نرب حلو أولا إنتي عايزة تعمل إيه واحد وعايزة تعمله ليه يعني عايزة تذكر عايزة تذكر ليه عشان تنجح لمين ليه ولا ليكيه لا انتفاهم إحنا مصريين ليه الأول ليه طبع هو ده على فكرة يعني تذكر أولا خليها يعني والكلام اللي بتاع الأفلامنا شكرا جدا لو إحنا بدأنا من هنا بدايتنا في التربية والتعامل مع ولادنا هو إحنا نيتنا إيه إن إحنا يتسقف لنا ولا شا عشان مستقبلهم تفرق لأ لتنين لأ نفرق نعمل فرق هنا إن أنا كأم قدام أبوها لأ أنا بربي وأنا عرفتها ربي حلو أبوها وأهل أبوها مش متوش فيها حلو ولو باباها متجاوز يبقى مرأة أبوها ما تشفتش فيها يعني إنت عارف المحيط طبع حلو لازم نعمل حساب كل البناء أدمين دول وفي الآخر طبعا هتنجح حشان مستقبلها أكيد إحنا معروفة إحنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي ما أمرناش بالنتيجة فإحنا محتاجين نعمل دورنا الحقيقي دوري الحقيقي إن أنا ساعد ابني يحقق اللي هو عايزه دوري الحقيقي إن أنا أتعاون مع ابني على تحديات الحياة دوري مع ابني مش إن أنا أكسره بعقاب وأوجعه وأقلمه وأضربه زي ما كنا بنضرب اللي ولد جيل مشوه خايف ومرعوب حتى لما عرفونا على ربنا خوفونا منه محببناش فيه خلينا نرجع خلينا نكون صرحة مع نفسينا قوي بس مين مين عنده النفسية والفضى إنه نقعد بقى إيه عارف أنت أسرحت معاك أوه ده الصح طبعا أنت خليت نسرح معاك ودي ما بتحصلش إن مين عنده النفسية إن الستة تبراجع من الشغل فيها اللي فيها والراجل هكذا اللي هو تعالى يا حبيبي أنا أحببك في التعليم لا لا ما حدش طلب كده ما بنعرفش نعمل ده حدش طلب كده